عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز لاستعراض جهود الجهاز عن السنة المالية الماضية وخلال الاجتماع أشار ممتاز إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لافتاً إلى قيام الجهاز باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة كما تطرق ممتاز إلى دور الجهاز البارز في دعم السياسات المنافسة والحياد التنافسي